بسم الله الرحمن الرحيم لا زال الحديث عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت عندنا مسألة هي الترتيب في قضاء الفوائد هل يلزم الترتيب في قضاء الفوائد أم لا يلزم؟ المذهب أنه يلزم أن يبدأ بالصلوات بالترتيب فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدي بالظهر صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ولا يقدم أحدها على الآخر واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فلابد أن يصليها على الترتيب وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاتته أربع صلوات في الخندق فقضاها صلى الله عليه وسلم مرتبا هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ يسقط الترتيب في قضاء الفوائد بعدة أعذار الأول النسيان لعموم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطى والنسيان وما استكره عليه الثاني خشة خروج وقت الحاضرة التي يصلي في وقتها للفوائد ويدل على ذلك أن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها فإذا انشغلت بصلاة الفائدة في وقت الحاضرة حتى خرج وقتها أدى ذلك إلى أنك قد تركت صلاة الحاضرة واشتغلت بالفائدة وهذا لا يصح أيضا أنك إذا قدمت الفائدة لم تستفد شيئا بل تضررت لأنك قدمت الفائدة فصارت كلتا الصلتين قضاءا وكان الأولى أن تصلي الحاضرة ثم تصلي الفوائد التي فاتت عليك ثالثا يسقط الترتيب بما لا يمكن قضائه على وجه الإنفراد كصلاة الجمعة كذلك سقوط الترتيب بالجهل وفي هذا خلاف بين العلماء ولكن أيضا الجهل هو عذر مقبول عند الحنابلة أنه لا يسقط فلو قال علي فوائد الظهر والعصر والمغرب فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر جهلا فالجواب أنه لا يسقط الترتيب لأن الجهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعدر وقال بعض العلماء بل يسقط الترتيب بالجهل لأن الجهل أخ نسيان ولأنه عذر مقبول والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الحديث السابق أن الله تجاوز عن أمتي أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذن سقوط الترتيب بالجهل فيه خلاف فعند الحنابلة أنه لا يسقط الترتيب بالجهل وعند غيرهم قالوا يسقط الترتيب بالجهل لأنه أخ النسيان الخامس من الأعذار سقوط الترتيب بخوف فوت أو فوات الجماعة إذا كان يخاف أنه إذا بقي يرتب الصلوات الفائتة أن تفوت صلاة الجماعة فالمذهب قالوا لا يسقط الترتيب فيبدأ بالفائتة ثم يصلي الحاضرة مع الجماعة وذهب بعض العلماء وهو الراجح والله أعلم إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة ولا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة ويجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تصلى الفائدة إذن هذا هو الأمر الخامس وفيه خلاف سقوط الترتيب بخوف فوت الجماعة المذهب أنه لا يسقط أن هذا ليس عذر يسقط الترتيب وذهب بعض العلماء وهو الراجح أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لأن الجماعة واجبة وهي عند بعض الحنابلة شرط لصحة الصلاة فيجب أن تقدم الصلاة الحاضرة مع الجماعة على الصلاة الفائدة هذا والله أعلم